الآن ننتقل إلى محافظة قنة حيث ينضم إلينا مرسلنا أحمد الأفيوني مساء الخير أحمد إليك الكلمة ومتابعة أكثر تفصيلا لما يحدث الآن تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام بالفعل كما ذكرت ما ذلت أتابع سيرة العملية الانتخابية من هنا من محافظة قنة لجولة الععادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 وسط إقبال متزايد من قبل المواطنين على مدار اليومين منذ الأمس واليوم وهنا تشهد المحافظة إقبال كبير من المواطن القنائي الذي حرص بالفعل على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الآن أتواجد هذه المرة من داخل غرفة عمليات محكمة قنة الأبتدائية وهذه الغرفة القضائية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس المحكمة لمتابعة سيرة العملية الانتخابية على مدار يوميها الاثنين يعني لمزيد من التفاصيل أكثر حول أهمية هذه الغرفة وما تلقته هذه الغرفة على مدار يومي الانتخابات يسعدني أن يكون معي وضيفي في هذا اللقاء المستشار أصام مستقر الرئيس محكمة قنة الأبتدائية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هنا في محافظة قنة ورئيس غرفة العمليات المركزية القضائية بمحكمة قنة الأبتدائية سيد المستشار بداية برحب بحضرتك يعني لو تصف للمشهد الانتخابي هنا في محافظة قنة ونحن الآن يعني ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء اليوم الثاني من هذا الاستحقاق الدستوري بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أولا وأهلا بالقناة العظيمة المشهد الانتخابي في محافظة قنة بيتم بالحمد لله على مدار اليومين اللي فاتوا من بارح واليوم يعني وباقية ساعات قليلة عن انتهاء العملية الانتخابية متابعة جيدة من غرفة العمليات من بداية العملية الانتخابية مع اللجان الفرعية السادة زملاء كلهم في اللجان الفرعية بيقوم بعملهم فتحوا اللجان في ساعة تساعة صباحا وحتى الآن الحمد لله الغرفة متواجدة على مدار اليوم لم تتلقى أي بلاغات أو معوقات الحمد لله بنسمع كويس أوي عن متابعة جيدة من الجماهير ومن شعب قنة العظيم بتواجده بكثافة أمام اللجان الفرعية كلهم متواجدين للأدلاء بأصوتهم سيد بصشار ماذا عن مدى اجتزام المواطنين وماذا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والدولة المصرية وأيضا ماذا عن الاستعدادات التي استعدت بها محكمة قنة الابتدائية لخروج هذه الانتخابات بهذا الشكل الطيب والله الهيئة الوطنية للانتخابات الحمد لله مدتنا بكافة وسائل اللقاية الاحترازية للجان الفرعية سواء زملاء مشرفين على اللجان الفرعية أو الموظفين في اللجان الفرعية أو الناخبين ومراعاة وتم التنبيه على سادة زملاء بمراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين أثناء الإدلاء بأصوتهم والتنسيق مع منصق الطابور خارج اللجنة الفرعية وده شفناك كثيرا يعني والحمد لله مكانا متابعتنا للجان الفرعية ولكن هذه الإجراءات الاحترازية تم التنبيه علىها جيدا والكمامات والمطهرات موجودة ومتوفرة في كل اللجان الفرعية والحمد لله شكرا بشكرك شهيدك شهيدك شهيدين على كل هذه المعلومات وإذن شادي كانت هذه هي اللقاؤنا مع المستشار عصام سقر رئيس محكمة قنة الابتدائية حول أهم الإجراءات الاحترازية وما يعني شهده اليومين انتخابين هنا في محافظة قنة وأعود عليكم مرة أخرى شكرا جزيلا لك أحمد رافيوني مرسل أكسران يوز من محافظة قنة